وكمان ما شفتش الأسعار في الـ ستوري بورد هم إحنا طبعاً أكيد حنعمل كده هو مين حضرتك؟ أه؟ همم أروى ماجدي مدير التسويق الشركة همم والبي؟ مهدي مدير المبعات همم والأستاذ؟ حسين ده شوقي بيه صاحب مصانع الألبان اللي إحنا بنعمل الكمبين بتاعتها يا حسين همم همم حضرتك وإيه بقي اللي جايعبكم؟ لأن أنا بصراحة مش فاهم لا، حقيقي مش فاهم يعني حضرتك مثلاً بتاع التسويق ايه؟ إلي يفاهمك أصلاً في الأفكار نعم إلي يفاهمك في الأفكار وأنت بتاع مبيعات يعني إنتملك الأسعار تنزل للما تنزلش أنا مش فاهم طبعاً تلك المحفظة لازم تبقى راشئ في كل حاجة ما هو الأساس لهم بيحلاموا وبيلوقوا لمجرد لك او انتو مسالا عندكو لبن رايب ممكن انزل بيه في رمضان خالص البرودكس بتاعيكو مفاشغ للزبادي اللي ممكن انزل بيه في رمضان مش اكتر من كده يعني لو ما تيجوا تتكلموا تتكلموا وانتو فاهمين مش لق 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 وخلاص احنا بنعمل اعلانات لو سمحتي احنا بنعمل اعلانات واحنا مزبطينش يقول لنا كويس جدا ببنعملش اي حاجة وخلاص حسين ما يصحش كده احنا في ميتك حجيش في الاجتماع طي ايه المشكلة لما اشرب حجيش في الاجتماع وانت مالك لما اشرب حجيش في الاجتماع يعني ايه اللي حشرك في الموضوع مش فيه مضرور في ايه ما انت ممكن تكون بتشرب سجار حاجة اقول لك انت بتشرب سجار ليه ايه الشعب المتطفل ده لا انت بتختارك موظفين كويس قوي على فكرة برافو عليك مرحلة النواب يقدبنا واحد اللي بندفع في له بشوفت قلتلك عشان المحفظة لازم تحشر نفسك في كل حاجة تدعوها بيها مش جايين يقولوا انت هتشرب حاجيش في الاجتماع ايه الحاجة الارف دي انتي اخر واحدة ممكن يتعمل مع ايها ووكالتكم دي اخر وكالة ممكن تعملها الاعلانات وانت بالذات اخر واحد ممكن تكرية الاعلان بتاعي انت اخرك تروح وكالة البلح يللا 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 يمت يللا الناس دي ايه اللي انت جايباهم دولي مع سلامة ايه في ايه انت جايب شوط بقر يعودوا معايا بقر حسين ايه فيه ايه طيب انا قلت ايه غلط قالها ام الدماغ اللي مش عايزة بتعامل دي ايه ده الجنبة حالة عندنا من حد شال اني جيتي ايه عاملة ايه في ايه ام عموبي انا تمام تمام جدا انت ايه الاخبار ام تمام مفيش جديد مباجيش ولما في موعيد الصبح بمشيك وراحي في الشركة شريف مطلع عيني بسبب غيابك وبشتغل مكانك كتير يعني الاسل ده كتير عاد مستقلتي والله انا اسفة مصطفى بجد اسفة اسفة ايه انت سدات انا بحظر انت ايه ما شلتيني يا جانفي جاني ازاي اهلا بزاي احمد الله ع السلامة الله يسلمه مبروك الله يباركي ايه بنتي مطولتيش اين هنيموني لو ساير ده قلت كفاية كده عندنا شوبر وعندنا حاجات بس ازاي الامر هو الجواز بيعمل كده ما شاء الله مرشي علي طب هنيزلك اه مرشي ايه عوزين حاجات؟ لا عوزين ايه انت عملت التمام تقريب يا سلام اه سلام اه سلام انت مزمتاش؟ انا نسيتها تقريبا اه مفيش حد قلب؟ اه لا يعني انت بعيتي زي الامر بعد الجواز الجواز بيجي غيري سخيفة جدا قولي شغل ايه اخدر شغل تمام اه صح في مؤتمر كده سفرية ثلاثة ايام مؤتمر كده مؤتمر كده شريف طالع وانتي وانتي وشريف طالعيه بس شريف اعتذر وانا ادبست مكانه بس اشتغنطلع يعني كده ثلاثة ايام سفر دي يوز يا اهلا يا اهلا اهلا ازايك يا جامي ازايك حمد الله على السلام واخبارك طمام ايه اللي جابت؟ اعطعت اجازتك ليه؟ كفاية كده بقى اشتغل شويلة لما صدقت ان انا اطلع عين واحد صاحبنا او شفت بقى نيتي ونيتك ايشان رجعت لك ايه مش رصة ايه في الفترة اللي انت كنت غيبة فيها كان مصطفى حاجة تانية خالص وانا ليه اقتراح تاخدي اجازة طويلة اوي وهو اشتغل مكانك طب ما انا اخد اجازة وانتو اشتغلوا تلتنين مكان يا شريف اه شريف؟ يا مستر شريف يا قصي انا فاطر بها دي يعني خلنا على بعض فان عاطقية خلص خلص ورق كل حاجة اكتمام كل لبونه بالمناسبة يا جام المؤتمر ده كان مفوط طلعي فيه وانا ما كنسلتش الحاجز اللي فيه وعايزك تكتفكري هم تلت ايام غير فيهم جاو ما فكر ارجوك وبقولي ايام اعجل حاجة؟ شياب تعالي السفرية دي اشتغل طويل ناوي ممكن نتكلم بهدوء؟ مش عايز اتكلم اصلا انت ما بتفهميش ايه اللي السلوب الزبالة اللي بتكلمني بيه ده انت هتستفدي ايه اصلا لما تعمل كده وانت ما الاهلك هستفيد ايه؟ ما الاهلي؟ انت ما جنونة ولا ايه؟ خليك محترم فصلوك معا خليني محترم خليك انت محترمة شافيني مختلع عقليا ولا ايه؟ طب يشرب بس السجارة دي كده واحدة؟ وبعدين مين الزفت اللي هما جايبين هالي دي؟ وش عرفني هتاكل معايا ولا مش هتاكل معايا؟ قال لي ايه اخد اجازة شهرة عشان واحدة عندها عقد ونقص تعد تبت فيها تقرير مين حتة البتاعة دي اللي هتعد تبت فيها تقرير انا مش فاهم؟ ايه القرف ده؟ ايه ده؟ انا مش متخيل بصراح احدى بس كده وخلي اسلبك وانت يا ستي مش عايزة اهدمة انا عايزة بقى دمي فاير تبص برحتك يعني اعمل لك اوه سارة ازايك يا حبتي ازايك يا سارة؟ ازايك انت؟ وليلي خير؟ ابدا يا ستي حسين احمد الكرياتف دايريكتور اللي شغال عندي في الشركة عبقاري جينيوس يا سارة كل حملاتنا كلها من افكار جميل؟ لا مش جميل ولا حاجة استني بس ان ما اكملك عنده مشاكل في شخصيته يعني تقدري تقولي مش مشاكل كوارث يعني عنيف مع الموظفين اللي معاه همجي جدا بيشتم اي حد حتى الكلاينتز فانا طبعا ابتدت معدهوش مع الكلاينتز عشان ما اخسرهمش دا غير بقى انه كمان عنده مشاكل صعبة كتيرة جدا جدا عايزة رغيه تفاصيل هو عندك باله قد ايه؟ باله سنتين طب ومشيتيوش ليه من ساعته؟ لانه بيكسبني مبالغ مهولة كل شهر وكمان زي ما قلتلك شطر جدا انا كنت الاول بستحمله في اي حاجة بيعملها لدرجة انه كنت بشغل ناس ومشي ناس لانهم مش عارفين يتعاملوا معاه برغم انهم كويسين جدا وهو مش كويس يعني تقدري تقولي ان انا السبب في الحالة السايقة اللي وصلها دي هو مكانش كده مكانش مغرور كده معرفش دلوقتي بقتل ايه وعليه عنده جدا طيب وانا مطلوب مني ايه بالزبط؟ ولا حاجة ستي انا قبل ما اتخلك اتكلمت معاه وقلتله ان انا جايباله اخصائية نفسية وديته شهر اجازة وقلتله انه بناءا على التقرير اللي انت هتقدمي يفضل في الشركة يمشي طبعا انا اسفع صارة ان انا عملت كده من غير مستأذنك بس انا متأكدة ان انت مش هيبقى عندك منع اللي مخليتي متأكدة اوي متأكدة لان الشخصية اللي تشوفني الاول مرة وتقولي ان ابني ممكن يكون احسن من كده وان هي قادرة انها تعالجه اكيد مش هيبقى عندها منع انها تدخل في تحدي بس انت عارفة ان انا بعالج اطفال صدقيني يا سارة تصرفات حسن دي زي تصرفات الاطفال وبعدين انا قعدت مع شركائي واتفقنا ان احنا نديكي مبلغ كبير جدا لو نجحت ان انت تغيري سلوكو انت عارفة ان الحاجات دي ما بتفقش معاي انا عارفة يا سارة ان ما بتهمكش الفلوس دي بس تأكيد يهمك النجاح طب ولو قرر ان هو يروح اي جنسي تانية مسلا مستحيل مفيش اي وكالة ممكن تقبله لانها عارفة عيوب كويس جدا سارة على فكرة انا مش عايزة من حسين حاجة انا كل اللي انا بعمله ده عشان خطره بس هو الاسف مش قادل يفهم كده والصوت العالي اللي انا اسمعته وانا دخلا ده كان هو ده حسين انا اسفة طبعا هو بيشرب حشيش وبيوقع على الارض هو هو اصله همجي و ومش نضيف بس اه ايه ده استني بس يا سارة شو فيه وحكومي على تصرفاته وكلامه ده مصيبة مين حتة البتاعة دي اللي اعتقدت التفية تقريرنا مش فيه سوريا سارة سوريا انا اسفة معلش ولا اهمك خليها ترفد الشغل كله اقف عندك يا حسيني افتامل كده عشان اتمش اشخاطر الشغل ليه هي امي ولا ايه شايفاني باشد في شعري شكرا